اشتركوا في القناة استعاد الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع جديدة قبالة سلسلة جبال أضيق في مدينة البق بمحافظة صعدة وترشطها بالكامل بعد هروب الميليشيات الهوثية تاركة خلفها جثث قتلاها وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني يقوم الآن بتأمين المواقع التي استعادها وطع نقاط رقابة عسكرية لبدء استكمال التقدم واستعادة المواقع الجديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وفي تقدم آخر خرجت ميليشيات الحوثي الإيرانية من قرى مديرية الصلو في ريف تعز بعد معارك عنيفة مع القوات الشرعية لكنها خلفت وراءها شعارة طائفية وخرابا على كافة المستويات وكانت الميليشيات المتمردة اجتاحت قرى الصلو قبل أكثر من عامين وأجبرت أهلها على النزوح والتشرد لكن الألغام التي زرعها المتمردون بكثافة تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه عودة السكان إلى المنطقة التي تم تحريرها قبل أيام ووجه مدير مديرية الصلو عبد الجليل الصلوي الدعوة للمنظمات الإنسانية للعمل على مساعدة السكان من أجل العودة إلى ديارهم وسط عقبات كثيرة فرضتها الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بحق الأهالي هناك ولم تتوقف الانتهاكات عند اختحام المنازل وتفجير بعضها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية بل امتدت إلى الزرع المكثف للألغام في الأودية والطرقات مما يمثل التحدي الأبرز أمام عودة السكان إلى منازلهم لبدء حياة طبيعية في المنطقة وتشكل جغرافيا الصلو ذات التضاريس الجبلية الوعرة تحديا كبيرا أمام فرق نزع الألغام التي تعمل بإمكانيات بسيطة ونجحت بالفعل في نزع العشرات من مواقع قليلة جدا في الصلو فيما تبقى الوديان والقرى مفخخة بألاف الألغام والعبوات الناسفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر